قدست البابا يستقبل سفيري الأردن والفاتيكا استقبل قدست البابا توضروس الثاني اليوم بالمقار الباباوي بالقاهرة سيادة السفير أمجد العضيلة سفير المملكة الأردنية لها الشمية بالقاهرة طبعا سيادة السفير نقل تحيات جلالة الملك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لقدست البابا وخلال اللقاء تم التأكيد على التعاون بين مصر والأردن خصوصا في مجال السياحة الدينية وأهمية زيارة المسيحيين الأقباط لموقع المغتص حيث تعمد السيد المسيح كجزء من برنامج الحج السياحي معروف أن الموقع ده في الجانب الآخر لنهر الأردن من فلسطين يعني لو حضرتك رحت زورت فلسطين ونزلت الياردنيت أو نزلت نهر الأردن حتلاقي أنك باصص على موقع المغتص اللي موجود من ناحية التانية حيث تعمد السيد المسيح على هذا الشاطئ فعشان كده حصل تبادل والاتفاق على أن يكون ده جزء من البرنامج الحج المسيحي قدسة البابا أشاد بدور الأردن وجلالة الملك في دعم المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ عليها باعتباره طبعا المشرف على هذه المقدسات بالقدس بأرشاليم ومنطقة القدس وأيضا دعم الوجود المسيحي في المنطقة باعتباره جزء أصيل من نسيج ومستقبل الشرق الأوسط أيضا استقبل قدسة البابا تودروس الثاني النهاردة الظهر سفير الفاتيكان القصد الرسولي بمصر المطران نيكولاس هانري نيفينين بالمقر الباباوي بالقاهرة القصد الرسولي وفق بيان صحفي القدسة البابا نقل لقدسة البابا تحيات البابا فرانسيز وقدم التهنيئة بعيد القيام المجيد ودار حديث أثناء اللقاء حول العلاقات الطيبة جدا التي تربط الكنيستين القطية الأرتودوكسية والكاثوليكية أيضا في نفس السياق استقبل قدسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة الماركوسية في المقر الباباوي بالكاتدرائية الماركوسية الكبرى بالعباسية صباح اليوم الأربع فرانسواز دوماس رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة بالبرلمان الفرنسي فرانسواز كان على رأس وفد برلماني فرنسي ويرافقهم السفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتي وهذه الزيارة في إطار الجولة اللي بيقوم بها الوفد البرلماني الفرنسي في مصر دي بعد لقطات من زيارة الوفد البرلماني الفرنسي برئاسة فرانسواز دوماس رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة بالبرلمان الفرنسي اللي كان مستقبلهم النهاردة الصبح قداسة البابا المعظم الأنباء تودروس الثاني اشتركوا في القناة